المعركة على كرسي الرئاسة الأمريكية بدأت نوفمبر القادم سيكون موعدها وحتى ذلك الحين تحتدم المواجهة ومعها سيرتفع سقف التصريحات حملة رئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت انطلاقتها وعليه شن الرئيس الحالي هجوما قاس على منافسه المحتمل ترامب يطلق ترامب على ما يعارضه وصفة حشرة ويتحدث عن أن دماء الأمريكيين مسمومة ليردد بذلك اللغة ذاتها التي كانت تستعمل في ألمانيا النازية تصريحات بايدن هذه رد عليها ترامب متهما إياه بالافتقار إلى الكفاءة والسعي نحو بث الإشاعات سجل بايدن عبارة عن سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة والفساد والفشل لهذا السبب نظم جو المحتال في بنسلفانيا اليوم حملة مثيرة للشفقة لإثارة المخاوف ولكن مسار الرئيس الأمريكي السابق للعودة إلى كرسي الرئاسة يمر بعراقي لا عدة إذ كل من ولايتين مين وكولورادو تخذتا قرارا بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية انتخابات تؤهل لخوض غمار انتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري غير أن ترامب توجه بالطعن في القرارين لترد المحكمة العليا في كولورادو بالموافقة على الاستماع لاستئنافه في فبراير المقبل وبين ترامب وبايدن يبدو أن حزبيهما سيسيران بهما مع عدم وجود بديل جدي لهما فمنافسي ترامب داخل الحزب الجمهوري بعيدين بأشواط عنه وفق استطلاعات الرأي بينما يمتنع الحزب الديمقراطي عن الدفع بمرشح جديد بديل عن بايدن البالغ من العمر 81 عاما في الحجة عدم الرغبة في تفتيت أصوات الهدى